بعض الفيديوهات من ناس ما نرفش ايه تخصصاتها لا المجال هيتشبع ما تروحوش للتكنولوجيا ما تروحوش للآي تي ما تروحوش للحاسبات المجال المجال تشبع اولا مدى صحة هذا الكلام ثانيا ازاي ولادنا يختاروا ايه الفروق من التخصصات يعني اما يبقى حاسبات ومعلومات حاجة ولما يبقى كلية تانية ليه علاقة بهذا المجال ولما يبقى دارس المجال ده من خلال كلية تهندسها حاجة تانية الفروقات دي ومدى صحة هذه الفيديوهات لانا حاجة عارف تأثير البلوجرز والسوشال ميديا في عقليات الشباب خليني بس اقول لك حاجة عامة يعني اكيه حاجة سمعتهم انا اقول لك على حاجة عامة بس ليه علاقة بخصوصة البلوجر ده اكل عيش اه انا بحس كده يعني اكل عيش بمعنى ايه الناس دي شغالة في وكالات يعني شغالة في وكالات لا يعني كل التكتوكرز والحاجات الناس البلوجرز اللي معروفة دي دي في وكالة مشغالية بتقبضوا فلازم يطلع يعمل فيديوهات دي توجه لا مش مسألة كمان ساعات بتبقى توجه توجه من الوكالة توجه من الوكالة مثلا لمنتج لكن انا بتكلم في ايه انت مطلوب منك تعمل 40 فيديو 50 فيديو عشان تقبض فهو لازم يطلع يعمل وعايز متابعات ومشاهدين فممكن يقول حاجات ايا كانت ايه هي حقيقية او غير حقيقية عشان يعمل متابعات فما ناخدش ونستقي معلوماتنا من السوشيال ميديا او من الفيديوهات بتاعة البلوجرز لان انا في تخصصي بشوف ناس بتقول كلام يعني حاجات يندلها الجبين ليس لها علاقة من الصحة تماما خالص اه لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي الفيديوهات دي ما نعتمدش عليها طيب نرجع للنقطة بقى التانية اللي حريك بتقولها انا النهاردة ايه الفرق ما بين التخصصات واعمل ايه واروح فين ده بيرجع للولد يعني على سبيل المثال انا هقول لحركة على مثال عملي عن انا شخصيا انا بنتي من اربع سنين بالمناسبة مبدئيا امبارح نتيجتها في السايبر سيكوريتي التالتة على الدفعة في سايبر سيكوريتي جامعة الفاهرة ربنا يخليك من اربع سنين كانت بتقول لي انا عايزة ادرس حاجة لي علاقة بالادلة الجناية الرقمية اروح فين كلية هندسة ولا اروح بانها كان ساعتها بانها اللي فيها الكلام ده ولا اروح مكان تاني طب احنا عايزين المجال ده طب المجال ده عشان اوصله محتاجة بادارس شبكات محتاجة بادارس امن سايبراني او امن معلومات فيه اساسيات لي طب احنا ناخد الاساسيات دي فين موجودة عند مين جامعة كذا وكذا وكذا مين يناسبنا لان برضو فيه نقطة مهمة السكن الجغرافي بيحكم يعني ممكن يبقى عندك بنت مش ينفع تصفرها اسيوت لو التخصص ده ما تلوه في اسيوت يعني اللي انت عايزه موجود في اسيوت وانت مش عايز تصفر لكن فيه حاجة مشابهة موجودة في القاهرة اقصد بمنتهى البساطة حضرتك النهاردة محتاج انك تعرف انت عايز تروح فين واللي هوصله ده هوصله من خلال تخصصات ايه لان في الاخر هم كلهم يكاد يكونوا بيدوروا في نفس الفلك بس ساعات التخصص يعني فيه حاجات بتبقى متطلبة خلفية هندسية فتلاقي التخصص في كلية هندسة مختلف عن كلية حسابات ومعلومات بس ما بقاش الموضوع في سوء العمل بليمشي بالطريقة دي ما بيمشي ازاي زمان كان كده دلوقتي بيمشي حضرتك سيرتفايد في ايه واخد شهادة معتمدة في ايه ومنين بالزبط يعني النهاردة حضرتك خلينا اقولها لك انت حسابات ومعلومات وانا حضرتك واخد مجال تكنولوجيا في كلية هندسة حضرتك سيرتفايد من مؤسسة كبيرة جدا بتاعت سايبر سيكوريتي واخد اربع خمس كرصات وسيزب مثلا لها مسميات وحروف يعني المهم واخد تايتل ما طيب وانا مش واخد تايتل وانا هندسة حضرتك اللي هيبع عليك الطلب ليه حضرتك اكتست اختبارات ومعاك شهادات تقول ان حضرتك في لفل معين من امن المعلومات وبالتالي هو الموضوع دلوقتي الشهادة اللي هي العملية دي ما هي الا نواة علشان حركة تبتدي عندك الاساس ترتب افكارك وتعرف تشوفها تتحرك ازاي بدون الشهادات والكورصات والممارسة حضرتك مش هيبقى ليك يعني هنا او هنا لازم ابقى انا كواليفا ما اعتمدش ده انا بدرس ده في الكلية انا بقى اه الكلية بتفتح لحضرتك المواضيع بتوسع مدركك للمعرفة بعد كده انت خدت في الكلية سبع تمن عشر مواد خلال السنة او خلال الاربع سنين فانت عايز بعد دولة تعمل ايه انا عايز التخصص ده ما انا ممكن نهارده ابقى مهتمة بعد كل اخاته ده بالنتورك بس انا مش حابب اي حاجة غير الشبكات عايزة بقى بروغرامينج مش هيبقى في التراك بتاع النتورك وتعلم واخد كورصات وستقوى وابقى سرتفاي لا انا عجبني الموبايل أبليكيشن